السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اردار حلوة قوي تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراكوا للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهار ده بقى ولا فراخ ولا لحمة ولا بط ولا اي حاجة النهار ده بقى ايه سمك زي ما انتو شايفين الكابرية شايفين انا بحركها بالسكينة كده طبعا لو حطيت ايدي فيها هتعدني الكابرية بالزاد ما ينفعش تمسكيها وهي صحية بتتحرك بقى ولادي عايز اقول لكم كانوا فرحانين بها جدا كانوا عايزين اللي انا حطها لهم في طبق فيه مية ويفضلوا يتفرجوا عليها وهي صحية كده المهم بقى لو جبتي كابرية زي كده وعايزة بقى يعني تشتغلي فيها على طول حطيها نصف ساعة في الفريزر وبعد كده هتطلعيها هتكون خلاص بقى طبعا انا مش حاجة جنبها دلوقتي ولا هنضفها ولا اي حاجة هدخلها الفريزر الاول قبل ما افتح الكاميرا كنت منضفها بقى كل حاجة تعالوا اقول لكم الانواع اللي معايا دي بسارية وده سمك بولتي طبعا عارفينه واللي كان سمك بربون وكمان سردين تمام تعالوا بقى نعمل تدبيلة قبل ما اعمل التدبيلة رشيت على كل انواع السمك طبعا انا منضفها كويس لمون وملح اعمل لهم تدبيلة كلهم واحدة تدبيلة تحفة قطعت فلفل احمر اللي هو السبايسي ده وحطيت عليه كمان فلفل ايه رومي اللي اتنين مع بعضه عشان ما ديبقاش ايه سبايسي قوي وبعد كده بقى هحط ايه مع حطيت معلقة كبيرة من التوم المفروم او فصاصي توم يعني لو ما عندكيش توم مفروم وخلاص على كده هي دي التدبيلة توم وفلفل بعد كده بقى هحروح اجيب طبق وحنزل بالتدبيلة دي كلها زي ما انتم شايفين وبعد كده هبدأ احط التوابل بتاعتي حطيت ملح واحط كمون وكسبرة واحط ايه شوية صغيرين فلفل اسود وشوية صغيرين من الكركم حاجة وسيطة يعني ربع معلقة وربع معلقة تمام ومعلقتين كبر من الخل ولمون بقى زي ما قلتلكم ان السمك بيحب اللمون اعصري لمون في التدبيلة على قد ما تقدري تمام هنا بقى بمجرد لما خلص بقى التدبيلة حبدأ بقى ايه اخد التدبيلة دي واتبل بها كل انواع السمك بقى معي تدبيلة لاي نوع سمك مش الانواع دي بس تمام هاخد منها بقى واتبل البولتي كده زي ما انتم شايفين وهتبله من الظهر انا عملاله كده ايه فتحيت من الظهر علشان يتبل كويس واخد معلقة من التدبيلة حطها على البسرية كده زي ما انتم شايفين وقلب كويس اوي برضو هتديها تفرق جدا في الطعم وبردو هاخد جزء من التدبيلة وحعمل بي ايه يا تبل بي السردين زي ما انتم شايفين السردين زي ما قلتلكم انا بستغنى عن الراس بالبطن كده بالمقص بقصها وبقى شكله حلو قوي لما بيتعمل صنية وبردو هاخد ايه معلقة وتبل الايه البربون زي ما انتم شايفين تمام كده خلصت كل التدبيلات اللي معي تعالوا بقى نروح على البوتوغاز ونشوف هنعمل ايه اول حاجة جبت هنا ايه حلة حطيت فيها ربع كوباية من الزيت او اقل على حسب الكمية اللي هتعمليها وبعد كده حطيت فرمت بصل في الكبه كده وحسيبه لي ايه يتحمل لغاية لما ياخد ايه لون بس وانا بفروم البصل فرمت معي قرنفلفل ايه احمر عشان كده شايفين البصلة لونها ايه حمرة شوية اما بقى في الحلة الصغيرة ديت هنبدأ نعمل حاجة تانية خالص بعيدة عن الاسماك هتشوفوها معي بس حطيت اول حاجة معلقة من السمنة البلدي وبعد كده نزلت بكمية بصل مفروم من غير اي حاجة بصل مفروم بس وبعد كده هسيبه لغاية لما ياخد اللون الايه الدهبي او البني تعالوا بقى نرجع للرز بتاع السمك بعد لما البصلة اخدت اللون كويس اوي انا نزلت عليها بتوابل ملح وفلفل وكمون وكسبرة وحطيت عليها كمان نص معلقة من الكركم وقطعت فلفل ايه احمر زي ما انتوا شايفين هتقولولي جوه الرز بتقطعي فلفل عايز اقولوكم كمان حطة معلقة من التدبيلة اللي انا كنت متدبيلة بها السمك كلها عايز اقولوكم الرز بيبقى تحفة رز السمك بالطريقة دي وكمان لونه بيبقى حلو وبعد كده خلاص ابدأ بقى غسلت الرز اول لما المية غلت حطيت المقدار بتاع المية واول لما غلت قمت نازلة بايه بمقدار الرز بتاعي كده رز السمك خلص بكل حاجة تعالوا بقى نشوف ايه الحلة التانية زي ما انتو شايفين انا قلتلكو حطيت معلقة سمنة بلدي وحطيت بصل مفهوم في الكابة وعسيبه لغاية لما ياخد اللون الكراميل ده البصل ده مش محروق هي الحلة سمرة او سودة بس عايز اقولوكم لما بتهدي النار على البصل بياخد اللون دوت بسهولة يعني بس هو بياخد وقت على النار بس بياخد اللون البني اول لما اخد اللون البني معي كبت فراخ كده قمت نزلت بيها على البصل وبعد كده شوحتها مع شوية قرفة وفلفل اسود وبعد كده نزلت بكمية ايه الرز اللي معي طب هتقولولي ايش دخل الرز بالكبدة مع اكلة السمك الجماعة ده اردر وده اردر تاني خالص تمام؟ وبعد كده بقى بعد لما طبعا الكبدة اول حاجة اهم حاجة بقى في الرز ده اللي الكبدة تاخد صدمة ما ينفعش تحط الكبدة والحلى بتاعتك من السخنة ما فيهاش نسبة سمنة كويسة او يعني مادة دهنية كويسة تاخد صدمة وتحط عليها فلفل اسود وقرفة وبعد كده بقى بعد ما تتشوح كويس انزلي بالرز وبعد لما تشوحيه برضو بالرز وميحط ايه المقدار المياه بتاعه عتسويه بقى بالطريقة العادية زي اي رز خالص اول لما يغلي توطي النار عليه تمام؟ الطاصة بقى اللي معي من اول الفيديو لانا ما جبت السريت هدي خالص انا بقى لي بتنجان بالطريقة العادية خالص هنرجع له تاني بس تعالوا نشوف ايه الصلصة اللي هنعملها حطيت بعلقتين زيت وحطيت فصين طوم او نص معلقة من الطوم المفروم وبعد كده اول لما حمرت او قد بقت ذهبي كده قمت نزلت عليها بتلات معلق كبار من الخل وبعدين كنت ضربة تماطم في الخلاط ونزلت ايه عليها عشان نعمل تزديكة كده او تماطم بالخل والطوم طحفة نبدأ بقى نشوف شوية التوابل اللي حطيتهم حطيت ملح وفلفل اسود وحطيت ايه كمون وكزبر بس كده تعالوا هنا بقى نعمل صنية سردين طحفة انا هنا زي ما انتم شايفين مقطع الخضار كده على البلانشة مقطع بصل وطماطم وفلفل فلفل سبايسي على فلفل رومي وبعد كده بقى ايه حبدأ بقى جيب لمون وقطعه برضو شريح على الايه على الخضار ده وعايز اقول لكم كل لما كانت الخضار في صنية السردين كتير كل ما تديك نتيجة حلوة ليه بقى لاني الخضار ده بيبقى طعمه حلوة او بتسيب السردين اصلا وبتاكل الخضار ده هقطع هنا مسلا معي لمونتين او تلاتة هقطع كده حلق او شريح وحاصر بقية اللمون ومعي برضو معلقة من التدبيلة اللي انا تبلت بها كل السمك حطيت معلقة برضو وحبدأ معا معي كمان بصل اخدر قمت مقطعه حلق صغير كده بصل الاخدر في الاكلة بيدي طعم حلوة او تمام؟ تعالوا نتبل الخضار ده بقى بشوية ايه؟ معلح وفلفل وكمون وكسبرة ومعلقتين كبارة من الخل ومعلقتين كبارة من ايه؟ من الزيت عايز اقول لكم مش ريحت الخضار وهو بيتتبل كده تحفى والخضار دوت او الطريقة ديت مش للسردين بس او مش لصنية السردين بس انت ممكن تعملي بيها اي نوع سمك عندك تعمليه بالطريقة دي بيبقى خفيف وبقى طعمه حلو جدا اخدت جزء من التدبيل احطتها بقى من تحت الرفصانية من تحت وبعد كده رستة السردين زي ما انتم شايفين وبقية الخضار حطته فوق الوش كده وزي ما قلت لكم كلما كانت كمية الخضار كثيرة كلما كانت بيديك نتيجة احلى هحط كده معلقتين زيت فوق الوش وخلاص هدخله الفرن بقيه على الشبكة هيقعد معايا نصف ساعة ما بيغيبش او اقل كمان هتلاقي بقى الخضار ده نزل المية وبصر وصانية السردين دي بتطلع جوسي كده وفظيعة تمام؟ تعالوا نرجع للبوتوجاس تاني وعايز اقول لكم بقى ايه الكابوريا خلاص طلعتها من الفريزر ونظفتها وما تنسوش تنظفه الكابوريا لان هي فيها من يعني بيبقى فيها غطر كده بتشيلي بيبقى كل واق من جوه تروب تمام؟ او رملة بتاع تلبح فلازم تتنظف كويس فطبعا انا كنت تحطاها في الفريزر علشان هي كانت صحية جبتها كده وبعدا ما غسلتها حطتها في الحلة من غير اي حاجة ولا نقطة مية ولا اي حاجة وقطعت عليها بقى بصل وتماطم وفلفل وهحط عليها ايه شوية من اه التوابل ملح وفلفل اسود وكمون وحطت عليها كمان ايه اه ورق لور وحبهان ومستكة تمام؟ بس عسيبها بقى لغاية لما تتشوح بالتوابل والخضر ده كويس قوي ولو كلها تتحول للون الورنج كده زي ما انتم شايفين وبعد كده حنزل عليها بكباية او كباية ونص ايه من المية واسبها تتسلق بالطريقة العادية خالص هتغلي وبعدين ايه او مهدية النار وعايز اقول لكم سواء الكابوريا او الجنباري ما بياخدش وقت في السليق يعني يعني هي بجبارها ربع ساعة او اقل تعالوا هنا نشوف بقى البتنجان اللي معايا من اول الفيديو ده وانا مقلتلكمش حاجة عليه انا معايا 2 كيلو بتنجان فطبعا اخدوا وقت كثير في التحمير فعشان كده سيبقي في العين اللي جوه كده اللي انا مش بحتاجها قوي بس حطيت كمية زيت كويسة قوي وغسلت البتنجان وقطعته طبعا بس عشان ما يشربش معاكي زيت حطيت بعد اما قطعته رشيت عليه ملح وسبته بعد اما انفمص فكده ينزل ميته وبعدين قبل ما قليه على طول او قبل ما حطته في الزيت كنت رش عليه شوية دقيق الديق ده بيخليه ما يشربش زيت وفي نفس الوقت يطلع ايه كريس بي كده بس مش تحطي الديق وتسبيه لا ده انت خلاص انت هتحطيه في الزيت على طول فاهميني هنا بقى نقلت بقى الايه الكابوريا جوك في العين اللي جوه وايه وجبت هنا الطاصة بتاعت ايه بتاعت البتنجان قالت فلفل بقى اللي هو اللي سبايسي ده وده الرز الايه السمك خلاص السوا وخلاص رز التاني خلاص ايه حطيت الشياطة تحتيه داخل في السوا خلاص تمام رز اللي هو بالكبت عايز اقول لكم رز اللي بالكبت ده يعني رحته كانت فضيعة تعالوا هنا بقى خلاص انا خلصت الفلفل والبتنجان وكل حاجة هنبدأ بقى نقلي ايه السمك اللي معي اول حاجة انا بحب احط في السمك في القلية بحب احط نص معلقة من الكوركم التركة دي بتديك لون الحاجة حلوة قوي يعني البما بتحطي شوية كوركم كده في الزيت عايز اقول لكم اللون ذات نفس بتاع السمك او اي حاجة بتقليه بيبقى حلوة وهنا بقى بضرت البربون الاول حب ده بالزقيق بس طبعا انا حطه في الزيق ملح وفلفل وكمون وكوزبير نفس التوابل اللي انا عملا ايه التدبيلة بتاعت السمك تمام لازم تدبيل الزقيق وبعد كده بقى حب ده قليب الطريقة العادية خالص وعايز اقول لكم هو مش بياخد وقتي يعني مجرد لما بينشق يعني يعني هدقتين على الجنب ده او ثلاث دايعة الجنب ده وثلاث دايعة الجنب ده خلاص اللي هو البربون ده حقليه وحشيله بقى كده وهو دوت بقى خلاص طالع معيكو شفته بسرعة بسرعة يعني ويعني مش بحب اطول عليكم الفيديو القليلة تاخد وقت طبعا فما حبيتش هي اطول عليكم الفيديو تعالوا هنا بقى بعد لما قليت وقمت حطيت البسارية تعالوا نشوف بقى الصلصة اللي انا عملتها بعد اما تسبكت نزلت بنص كمية البتنجان وكنت قال لي يا فلفل بس مش اللي سبايس وكنت قال لي يا فلفل رومي نزلت بنص كمية البتنجان وبعد كده ايه على الصلصة عشان نعمل مسقعة طبعا لقيت الصلصة تقينا شوية قمت بنزل عليها ايه زودتها نص كباية من المية علشان ايه وعديها ايه تسخن كده عن نوري مش حغليها هتسخن بس على النار تعالوا بقى نعمل هنا بقى ايه طبعا البسارية برضو حبدأ قليها بس على ايه على وق يعني على كذا مرة وعشان البسارية ما تنشفش منك هي اول لما تاخد اللون الذهبي كده طلعي هيا كده بتطلع مقامشة وفظيعة شايفين اللون هعمل ازاي هنا بقى حبدأ احط معلقتين من الزيت وحطيت كمان ايه نص معلقة من الطوم المفهوم او معلقة من الطوم المفهوم وحبدأ اسيبهم لغاية لما ياخدوا ايه لون وفي البسارية بالذات لو انت بتقليها اهم حاجة يعني ما تمليش الطاصة او اقليها في حاجة واسعة علشان ما تلزقش في بعضها وهي اصلا ما بتاخدش سوى فعشان ما تتهيش منك عشان الواحدة تطلع الواحدة بوحدتها فاهميني لان هي بتبقى صغيرة وايه ممكن تتهيش بسهولة هنا بقى بعد لما حمرت التوم كده زي ما انتم شايفين اخد لون ومتنزلت عليه معلقتين كبير من ايه من الخل وبعد كده هحط ملح وفلفل اسود وحبدأ انزل ايه بالخل زي ما قلتلكم بس انا حطيت مش معلقتين حطيت اكتر من معلقتين علشان هنعمل البقية البتنجام بالخل والتوم طيب هتقولولي فين السمك البلتي اللي انت تبلتيه السمك البلتي ده بتاع الغداء بتاعنا بس ما قلتهوش مع الاعداء لان احنا بنكله سخن بس كده وده الفيديو بتاعنا وشوفكم فين